ترجمة نانسي قنقر لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين وضع نهج التواصل المستمر والتعاون البناء بين الحكومة والسلطة التشريعية الأساس الرئيس للوصول إلى الصياغ المشتركة بشأن منظومة العمل الوطني والتنمية هذا التواصل والتعاون تجعله العديد من الاجتماعات واللقاءات المثمرة التي انعكست إيجاباً في تنفيذ تطلعات العمل الحكومي وتحقيق عدة منجزات ونجاحات في الملفات الوطنية كافة وبهدف إعادة هيكلة الدعم الحكومي جاء الاجتماع الثاني بين الحكومة والسلطة التشريعية ليؤكد أهمية مخرجات العمل المشترك لعادة هيكلة الدعم الحكومي والتي ستنظر في رفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقي بما يلبي احتياجات المواطنين وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة وكذلك مغايير الدعم وشروط الاستحقاق بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كما تم الإشارة إلى حجم التعاون البناء والمشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تبادل المعلومات وبحث وجهات النظر والإجابة على الأسئلة والاستفسارات المقدمة من جانب السلطة التشريعية حيث سيتم البحث بشكل دقيق في تفاصيل الدعم الحكومي التعاون الفاعل بين أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية يشكل ركيزة أساسية لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين في دولة القانون والمؤسسات والعمل بروح الفريق الواحد من أجل المزيد من الخير والنماء لأبناء المجتمع كافة